اهلا بكم في موجز الاهم وخي الاخبار قال مصدر سعودي لريترز ان المملكة ستقدم لمجلس القيادة الرئاسي 1.2 مليار دولار لدعم اقتصاد اليمن قال المصدر السعودي ان الدعم سيسهم في تعزيز الامن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية وضف ان ذلك سيشجع جميع اطراف على الحوار للتوصل الى حل سياسي شامل للازمة اليمنية وقال مسؤول يمني ايضا لريترز ان المساعدة ستستخدم لدفع رواتب حكومية وتوفير وقود لمحطة الطاقة للواردات الغذائية استشد فجر اليوم خمسة جنود من القوات الجنوبية المشاركة بعملية سيام الشرق بمدرية موديا بعد هجوم شنه عناصر تنظيم القاعد الارهابي في وادي عمران واستمر التنظيم الارهابي بتنفيذ عمليات الاجرامية منذ انطلاق عملية سيام الشرق قبل اشهر من خلال زرع وتفجير عبوات ناسفة بالطرق الرئيسية والفرعية لاستهداف تحركات القوات الجنوبية في تلك المناطق التي تم تأمينها وترضو العناصر الارهابية منها التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج سلمين البحسني محافظة حضر موت مبخوت بن موضي لمناقشة الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والامنية وتطرق اللقاء الى جهود السلطة المحلية في الجوانب الخدمية ومساعيها لتطويرها بهدف تحسين مستوى الحياة كما اجرت مناقشة الجوانب العسكرية والامنية والدور الذي تؤديه قوات النخبة الحضرمية وادارة الامن في حفظ الامن والاستقرار بحضر موت ناقش اللواء الركن احمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع عبد الرقيب عبد القوي العمري مدير مطار عدن الدولي الوضع العام للمطار ونشاط الرحلات الجوية خاصة بعد الامطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها العاصمة عدن مؤخرا شدد اللواء بن بريك على سرعة استكمال اصلاح الاضرار كون مطار عدن الدولي اول مطار تم اشاؤه على مستوى الوطن والجزيرة العربية ويعد منفذا جويا مهما ورافدا اقتصاديا وواجهة مهمة للبلاد مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمستوى لواكب المطارات الدولية في خدماته المقدمة للمسافرين كشف وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد عن اقتراب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين على السفن القادمة الى الموانئ اليمنية في المحافظات المحررة وقال حميد خلال اللقاء جمعه برئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن ابو بكر بعبيد ان وزارة النقل والحكومة تقدم كافة التسليلات اللازبة لحركة البواخر والسفن عبر موانئ المناطق المحررة خاصة من عدن لانعاش الحركة التجارية ونشاط بلاحي للبلد ترجمة نانسي قنقر